تضمنت القائمة الطويلة لجهزة الشيخ زايد للكتاب لفرعية تنمية وبناء الدولة والفنون ودراسات النقدية في دورتها الرابع عشر لسنة 2019-2020 وقد ضم الفرعان 21 عملا من بينها دراسة للناقد الجزائري محمد الأمين بحري عن كتابه الأسطورية التاسيس والتجنيس والنقد وقد اجتملت القائمة الطويلة لفرع الفنون ودراسات النقدية عشر أعمال تم اختيارها من أصل 188 عملا تم تقدمها للجائزة للإشارة فإن الأسطوري كتاب نظري وتطبيق في النقد الأسطوري قد استارق من الكاتب مجهود عدة سنوات فحط ذلك بالمهرجان إذن حط موفق للدكتور الأمين البحرية